امبرح في حوارنا مع الاعلام الكبير استاذ مفيد فوزي قال جملة في وسط الكلام ووجه نداء لرئيس السيسي قال له اهتم ببطون المصريين مع العاصمة الادارية طبعا انا مرضتش ساعتها ارد او اعلق لان طبعا انت في حضرة اعلامي كبير واستاذنا فانا يعني الناس جاي الفقرة انك تسمعه مش ان احنا نخش معاه في نزال ولكن حبيت اوضح بس معلومة او يعني فيه فكرة او انطباع مغلوط تماما عن المشروعات القومية بصفة عامة وعن العاصمة الادارية بصفة خاصة وبرضو انا راجل بتكلم بالارقام اللي عنده ارقام يجي يقول هالي ما يشتمنيش ولا اشتم وانا مش بتاعش يجيب بتاع ارقام فاللي عايز يعرف بالارقام اعرف ولكن اولا الناس اللي بتقولك المفروض الانفاق على مش عارف كذا وكذا بدل العاصمة الادارية يريد نتفق ونعرف اقتصاديا ان فرق كبير جدا بين الانفاق العام والانفاق على الخدمات وبين الاستثمار الاستثمار ده زي انت لما بتعمل مشروع لابنك عشان لما يجبر يلاقي حاجة يعيش منها ويقدر يعني يجيب قط يومه او يستثمر او يجبر ده الاستثمار العاصمة الادارية هي استثمار وغيرها من المشروعات القومية في غيرها مش استثمار بس انا بتكلم على دي استثمار زو عائد ضخم جدا جدا وبدأ بالفعل العائد ده يعني يتضفق على خزانة الدولة واللي مش مصدق ان يروح يشوف هيئة المجتمعات العمرانية والفائد العام الماضي وحجم الارادات اللي جات لها ثانيا الناس اللي بتشتغل في العاصمة انت بتقول للغلبان بيستفيد ايه لا ده فيه خمسة مليون مواطن مصري مصدر رزقهم واكل عيشهم من مشروعات القومية منهم نص مليون تقريبا حسب كلام دكتورة هالة السعيد يمكن مش حاليا او مستقبلا دول تبع او يعني بيستفيدوا او مصدر رزقهم العاصمة الادارية ثالثا بقى وبرضو خلينا ناخد الطرح التقليدي بطون المصريين فعلا الاسعار لازم تبدأ ترد يعني ايه ترد يعني الموجة التضخمية الرهيبة اللي شهدتها مصر بعد اتفاعة دولار خبطت المواطن المصري في نفوخه وقسمته حتتين ايه الامل او ايه اللي جاي عشان ما نبقاش احنا يعني بندي حقن او مسكنات هو الامل في ايه ان الاسعار ترخص ياريت ترخص ازاي بالوفرة مفيش حاجة اسمها تسعير يا جبريل في حاجة اسمها وفرة انت النهاردة عندك عجز في اللحوم الحامرة عشان كده كيلو بمئتين جنيه مثلا لو وفرت الطلب كله كيلو هيبقى بمية كذلك الاسماك عشان كده